الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد حياكم الله خواني وخواتي بحلقة جديدة برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العظيمة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني كانت مشهورة ومعمول بها الجاهلية وستستمر في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ليس في كل المسلمين في بعض المسلمين حجيب يعني معقولة بعد نور الإيمان والإسلام في أمور وبقائم الجاهلية تستمر مع المسلمين نعم في أمور يفعلها المسلمون مأخوذة من الجاهلية مثل في أمور يأخذها المسلمون من الكفر كما قال عليه الصلاة وسلم لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ودراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو طيب ففي أشياء يتبع فيها بعض المسلمين طبعا ممكن المسلمين أن كل المسلمين يتبعون الكفار لا هذا ما يصير هذا ما يصير لا تزال طائفة أمتي قائمين على الحق أو بأمر الله حتى يأتي أمر الله يعني يوم القيامة طيب ففي أمور من الجاهلية طبعا شنو نفهم هنا من الجاهلية يعني هذا أمر مذموم ومرفوض شرعا لكن للأسف واقع وطبعا هذا يعتبر كذلك من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب طيب شلون يا شيخ هو قال عن أشياء ستقع بإخبار الله له النبي عليه الصلاة والسلام أتي للوحي فمن الوحي يا محمد أن في أمتك من أمتك من يقوم بهذه الأمور كذا وكذا 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 فإذا هو بنفسي لا يعلم الغيب لكن رب العالمين يخبره لأن الله سبحانه وتعالى عندنا قاعدة ذكر الله قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله ما أحد يعلم الغيب إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير ومسني السوء إذا ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الغيب وأخبرنا بأمور عن الوحي شنو هذه الأمور؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمور جاهلية لا يتركونهم لا يتركونهم يعني متمسكين فيها سبحانه عجيب؟ والله عجيب أمر بعض الناس الأمر الأول الفخر في الأحساب الفخر في الأحساب أنا من العائلة الفلانية من القبيلة الفلانية من الفخد الفلاني وأنت من أي قبيلة لا أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك أنت قبيلتكم دون وإحنا قبيلتنا عالية وكذا الله أكبر هذه من الأمور التي جاء الإسلام يحاربها الفخر في الأحساب رب العالمين يقول إن أكرامكم عند الله أتقاكم نعم لا شك الناس معادن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناس معادن كمعادن ذاهب الفضة ليس ذهب يختلف عن الفضة ويختلف عن الحديد ويختلف عن كذا ويختلف عن تختلف المعادن هذه كذلك الناس تختلف لكن ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوهو يعني من أفضلكم في الجاهلية أي قبيلة هي أفضل في الجاهلية هي نفس الشيء ستصبح أفضل في الإسلام لكن متى؟ إذا كان في فقه يعني إذا كان في تقوى إذا كان في إيمان لكن إنسان من أشرف القبائل لكنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما ينفعه أوضح دليل عندنا من؟ أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب سبحان الله عم النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أشرف القبائل أشرف نسب نسب النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عما وين؟ في نار جهنم والعياذ بالله هل أنقذه النسب؟ هل أبو لهب قال لا أنا ولد أخوي النبي الكريم المرسل وكذا ورح ينقذني أبدا ما رح ينفعه ما رح ينفعك إلا الإيمان وبلال شنو هو بلال؟ من أي قبيلة بلال؟ وشنو لون بلال؟ بلال الحبش لا لا تحسبه بالشكل هذا بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بلال كان ما يحدث إلا توضأ و صلى يعني ما ينتقل وضوع إلا جدد الوضوع وإلا صلى لذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت نعلي في الجنة من أهل الجنة شفتوا شلون أخواني أخواتي إذن الميزان عندنا هو شنو؟ بتقوى الله انتسب رجلان عند موسى عليه الصلاة والسلام أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان عدلة تسعة فقال لي صاحبه فقال لي صاحبي ومن أنت لا أبا لك لاحظوا أخواني أخواتي ما نقصد أن الإنسان ما يتعلم نسبه ما نقصد أن الإنسان ما يتعرف على آبائه وأجداده لا لا هذا أمر مطلوب أن أنا أعرف عائلتي وأعرف قبيلتي وفختي هذا أمر مطلوب أن الإنسان يتعلم نسبه وأجداده وأباه وعمامه حتى يصي لهم هذا أمر مطلوب لكن لحظوا في الحديث أنه انتسب إلى الجد التاسع من باب المفاخرة ثم قال لي صاحبي ومن أنت لا أبلك ومن أنت وشنو أنت إذن نفهم من هذا الحديث أن معرفة الأنساب للفخر أن يكون مدموم لكن أنا والله أتعرف أنا أسأل أبوي أسأل عمي أسأل دعنا نقول كبير العائلة عميدة العائلة أسألة عن أنسابنا عشان والله بعرفهم أبي أزورهم أبي أتزوج منهم هذا أمر مطلوب أمر طيب هذا لكن أنا أسأل عشان والله أنا أعلى منك ما يجوز هذا الأمم محرم فقال من أنت لعب لك فقال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام أنا فلان ابن فلان يعني أنا فلان أبوي فلان ابن الإسلام يعني أنا واحد من مسلمين فوح الله إلى موسى قل لهذا الرجل أنه اللي انتسب إلى تسعة و لكنهم في النار و أنت عاشرهم العياذ بالله و قل لهذا اللي انتسب لي فقط لشخصين أنت ثالث في الجنة فأخواني أخواتي أن من أمور الجاهلية الفخر و الأنساب و الأحزاب و الحسيب و نسيب من غير إيمان ما تنفع لكن إذا كان مع إيمان هذا أمر طيب نتذكر دائما إن أكرمكم عند الله يتقاكم يوم من الأيام صار شيء عند جدام النبي عليه الصلاة و السلام بين المهاجرين و الأنصار شلون واحد من المهاجرين و ضرب لواحد من الأنصار يحدث هذا هم بشر مثل ما نحن الحين يمكن هذا شوية كلمة منه يكلمة منه مديدة عليه مديدة عليه فالمهم واحد ضرب الثاني فش سوه؟ واحد نادى قال يا للمهاجرين الثاني نادى قال يا لالأنصار النبي عليه الصلاة و السلام غضب و تضايق أبي دعوة جاهلية و أنا بين أظهركم الله أكبر يعني أنتوا تستخدمون دعوة جاهلية هذه بنادي قبيلته و هذه بنادي قبيلته و أنا جئتكم بها بيضاء نقية أنا جئتكم بدين الإسلام و وحيدكم و أنتوا الحين تتفرقون المهاجرين و الانصار و الروح دروها فإنها منتنة هذا والله نتن أن يفخر الإنسان على إخوانه المسلمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه و تعالى و قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم و كونوا عباد الله إخوانا أسأل الله سبحانه و تعالى أن يؤلف على الحق قلوبنا و أن يجمعنا مع جميع المسلمين في الجنة و السلام عليكم